لم يفوت الإعلامي عمرو أديب فرصة التعليق على الفيديو الذي نشره الفنان المصري محمد رمضان خلال الساعات الماضية وتحدث فيه عن تحفظ أحد البنوك على أمواله وقال خلال برنامج الحكاية عبر قناة MBC مصر أن محمد رمضان بيضحك علينا والبلد في غنى عن فلوسك وأموالك التي تم الحز عليها خاصة بتعويض الطيارة التي توفى وأضاف أن رمضان لديه إصرار على الترويج لفكرة أن الحكومة تحجز على الفلوس الناس وضرورة إخفاء أموالهم بالمنازل ما فيهوش جورنان ما فيهوش حد يتكلم ما فيهوش حد بيطلع بيان هو فاكر أن الجمهور اللي بيتفرج عليه ده ما بيعرفش الحقيقة يعني الحقيقة ما بتوصلوش هو حيقول له هو عايزه وخلاص